اشتركوا في القناة السودان سلفكير متضمنة الدعوة للمشاركة في مراسم التوقيع النهائي على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية الانتقالية والحركات المسلحة السودانية والتي ستعقد في مدينة جوبا مطلع شهر اكتوبر القادم من جانبه طلب الرئيس السيسي نقل تحياته الى اخيها الرئيس سلفكير معاربا عن التقدير لدعوة مصر الى هذا الحدث المهم وذلك امتدادا للجهود التي تبذلها مصر دعما لاستقرار السودان الشقيق وحرصا على مقدراته وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية وعلاقات متميزة وعلى صعيد العلاقات الثنائية بين مصر وجنوب السودان اكد الرئيس السيسي عزم مصر على تعزيز التعاون الثنائي وتقديم الدعم لجنوب السودان في كافة المجالات خاصة التنموية وذلك للاستفادة من الخبرات المصرية الرائدة في دفع عملية التنمية والبناء وفي ضوء الامكانات والثروات الكامنة التي تزخر بها جنوب السودان وذلك بهدف تلبية تطلعات شعبها نحو مستقبل افضل وفي هذا السياق شدد الرئيس السيسي على ان ترسيخ الامن والاستقرار هو الركيزة الضامنة لتحقيق البناء والتنمية في جنوب السودان من جانبه نقل جيل واك تحيات الرئيس سلفاكير الى الرئيس السيسي معاربا عن تقدير بلاده الكبير لمصر وشعبها وقيادتها كما استعرض مبعوث رئيس جمهورية جنوب السودان اخر تطورات الاوضاع السياسية في بلاده مشيدا في هذا الصدد بدور مصر والجهود التي تبذلها دعما لاستقرار المنطقة وجنوب السودان والتي تأتي في اطار دور مصر المحوري على المستوى الاقليمي وكذلك ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من رابطة تاريخية واضف المتحدث الرسمي ان اللقاء شهد كذلك تبادل وجهة النظر بشأن تطورة عدد من القضايا الاقليمية وفي مقدمتها مياه النيل واخر تطورات ملف سد النهضة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر